انتلقت فعليات النسخ الأولى لمؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات بمركز مصر للمعارض الدولية والتي تعقد على مدار ثلاثة أيام من 16 إلى 18 من مايو الحالي وأكد رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني أحمد عبدالحافظ خلال الكلمة الافتتاحية أن التحول الرقمي هو جوهر تنمية الدولة الحديثة الحدث يأتي طبعاً لتسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي الذي نعيشه بالطبع لا يخفى لحضراتكم من التحول الرقمي هو جوهر تنمية الدولة الحديثة بل ويشكل أساساً لتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة المواطنين ولذلك فإن التحول الرقمي يعد أهم الأولويات التي تركز عليها الدولة المصرية وذلك لما لهم دور حيوي في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين خدمات الحكومية والمجتمعية ومع انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي وفي ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة وإماماً منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للظهار الاقتصادي عملت الدولة المصرية بتوجيات من فخامة السيد الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على توفير كافة العناصر الداعمة لعملية التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كافة البنية المعلوماتية الرقمية بما يتيح نفاث أكبر للمعلومات ويضمن جودة واستمارية خدمات الصلاة المقدمة الموطنين تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء انطلقت فعالية مؤتمر ومعرض مصر للأمن السبراني وأنظمة استغبارات المعلومات على مدار ثلاثة أيام في مركز مصر للمعارض الدولية وهو الحدث المتخصص الأول في مصر والذي يهدف إلى الوقوف على أحدث تطورات ملف الأمن السبراني وأمن المعلومات بالإضافة لتسليط الضوء على مستجدات هذا القطاع في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم في سيدا إي إي إس بنتناول أحد الملفات في غاية الأهمية بالنسبة لأغلب دول العالم هو ملف الأمن السبراني وتأمين البنية التحتية المعلوماتية سواء للجهات أو حتى على مستوى الوزرات الحكومية والمؤسسات الحكومية والكهنات الاقتصادية وقطاع الخاص وحتى مستوى الفرد الشيء الأساسي أنه هذا المعرض يشتغل من نفس الشغل اللي نشتغله اللي هو التوعية فهو فكرة أنه ننشر التوعية ونوصل للناس ونوصل للمستخدمين بشكل أكبر بهذا أن نحن نوريهم أهمية الأمن السبراني وإيش المدار والمنافع اللي ممكن تستخدمها تستفيدها كمستخدم أو حتى كوزارات أو حتى قطاعات خاصة أو حكومية أجندة أعمال المؤتمر تزخر بالعديد من المحاور ومن بينها محور الصمود في مواجهة الهجمات السبرانية كضرورة استراتيجية للدول وكيفية التعامل مع الأمن السبراني وجهود بعض الدول في تحسين البنية القانونية للفضاء السبراني والتعامل مع حالات التهديدات السبرانية المتطورة في إفريقيا المؤتمر نحن نرى أنه حاجة مشرفة جداً بالذات تواجد نخبة كبيرة جداً من الشركات العاملة وبالنسبة للأشخاص الخبراء من جميع دول العالم سواء العالم العربي أو العالم الأوروبي وبالتالي هيكون فيه أكتر من تطبيق وممارسة وتبادل خبرات بالنسبة لفعاليات المؤتمر والتوصيات طبعاً إحنا في الفترة الأخيرة التكنولوجيا أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا وشفنا جهود ملموسة من الدولة في توجهها للرقمنة والتحاول الرقمي وعشان كده مهم جداً أننا نولي الاهتمام بمجال الأمن السبراني أو أننا نحمي المنظومات الجديدة اللي احنا بنبنيها فالمؤتمر سيصلت الدوق على التقنيات المختلفة والتدريبات المختلفة وبناء القدرات لأنه زي ما التكنولوجيا مهمة العنصر البشري كمان غاية في الأهمية فإزاي نقدر نعلن عن التقنيات والبرامج الخاصة بالأمن السبراني لتقدر تحمي البيانات وتحمي المنظومات المختلفة للتحاول الرقمي يأتي المؤتمر والمعارض تماشياً مع رؤية مصر والقيادة السياسية لدعم وتعزيز قدرات الأمن السبراني ورسم ملامح مستقبل الأمن السبراني في مصر وذلك لتأمين عملية التحاول الرقمي والحفاظ على أمن المعلومات طبقاً لخطة الدولة 2030